السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى بازن الله هنعمل مع بعض حاجة سهلة وبسيطة وجميلة جدا بالفراخ لو اول ما اتشوفي قناتي ما تنسينيش في لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني للاشعارات اه طبعا النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ من غير شاوي ولا سل ولا قلي ولا اي حاجة بطريقة سهلة جدا وبسيطة اول حاجة عملتها شلت الفصلة اللحم عن الجلد بطريقة سهلة جدا وبسيطة اه بعد كده بقى بجيب معايا التوابل والبهارات بتاعتي تماطم بصل اه بجيب كمان فلفل ورق لورة وبحط معايا حبهان وفلفل اصمر وببدأ ان انا قطعهم مع بعض بالشكل ده كده وبضربهم في الخلاط وطبعا لازم نصفيهم كويس جدا مع بعض اه طبعا بدي في لهم بقى الملح حط التمليحة اللي انت عايزها اه عشان برضو ايه مت اه يعني عشان تبقى متملحة معاكي الفراخة بتاعتك كويس جدا طبعا تقدرات دي في اي نوع من انواع التوابل والبهارات للزيادة اللي انت حبيها بعد كده بقى بعد ما صفيت التوابل بتاعتي كلها اه ببدأ اخد معايا الفراخ بديها تقطيع كده من جوه شايفين طبعا الشكل عامل ازاي اه طبعا ببدأ ان انا فتحها كلها ومن جميع الاتجاهات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده شايفين بقى يعني يبين حتى الغراز اللي انا عالتتها لها بعمل اثنين بنفس الشكل وبجيب بقى معايا منزيل كده وابدأ ان نظف بيه وانشف كل حاجة موجودة جوا انا الاول اه دعتها بملح كويس جدا ونقعتها في محلول ملح ولمون اه بعد كده بقى بعمل معايا التدبيلة وابنشفها بعد كده وبقى اشرحها وبعد كده بعمل التدبيلة وبدخل التدبيلة كده من جوه ده اللي تفرخة بتاعتك على قد ما تقدري وسيبيها في التدبيلة براحتك انا سبتها كزا ساعة في التدبيلة عشان تديني الطعام الحلو اللي هتشوفه دلوقتي والشكل الجميل جدا ده بصراحة تستاهل اه يعني انا كنت بجيبها ساعات جهزة معيني ما بحبش الجهز اه شفتها لقيتها طعمها جميل قوي وشكلها حل اه فقلت لي ما اعملهاش بالطريقة دي مش هعملها مشوية خالص ولا اي حجام الحاجات دي بجيب بقى معايا اه شوية حتات سمنة كده او زبدة زي ما تحبي بعد كده بخسل الرز وببدأ ان انا انزل بيه جزء جزء كده واتجيله تشويح معايا كويسة طبعا الاكيد اللي بعد ما بشوح معايا الرز بتاعي كده اه بكون صالقا معايا الكبد والاوانس الاول اه وبعد كده بعد ما بسلقهم طبعا بتسلقهم بالتوبل والبهرات اللي انت عايزيها بعد كده بروح حطا معايا اه على شوية الرز دول بروح حطا بصلايا كده جميلة انت طبعا عملي بالطريقة اللي تناسبك اه بعد كده بقى بعمل ايه تاني اه بضيف بقى عليهم باقي كمية الرز والكبد والاوانس كمان بتاعتي اه لو انت عندك زبدة وضفتيها تبقى طعمها حلو قوي اهو بعد كده بحط بقى معايا الرشد فيل في القصمة الرشد ملح حطي بقى التوابل والبهرات بتاعتك زي ما انت حبه حطيت بقى دلوقتي انا كنت سلقاها في ورق لورة وحبهان وملح وفلفل اصمر بعد كده بشيل بقى كل ورق اللورة ده وهي هتاخد كده كده لطعم من الكبد والاوانس بعد كده هنزل بقى بقى كمية الرز اللي انا كنت غسلها من قبل كده ومنشفها لو مصفية عمتا يعني رشة كده من البهرات بقى عشان تضيعها طعم حل بقيت معايا بالشكل ده بقى كده هنزل عليه على طول برشة الملح وكمان هنزل معايا بشوية المية بقى بتاعتي او المادة السيلة بتاعتي اللي هضفها لها بسويها معايا تلاتة تربع سوى وبسيب بقيت التصوية آآ للاخر معلش بقى الفيديو ده كان عشرين دقيقة وانا حاولت اضغطه على قد ما قدر بعد كده بقى بعد ما سبت الفراغ بتاعتي في التدبيلة فترة طويلة ببدأ ان انا احشيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده دي طبعا الفرخة دي كانت جاية فيها حتة كده مقطعة من الاول فدي انا هحاول اصدها باي حاجة بس يعني هتبقى الى حد انها محكمة شوية بس مش اكتر آآ لو شفتوا طبعا الفرخة كانت قدية هتشوفوا دلوقتي بقى الحجمة ما شاء الله يعني فعلا بقت دي كرومي مش فرخة زي ما بيقولوا بقت جميلة جدا طبعا بقى احنا اول الشهر وخلاص بقى القبض الناس كلها قبضت يعني زوجي لسه قبض بقى وكده فقلت يعني ايه بمناسبة ان هو لسه عاطيني المصروف لازم آآ ابوز الميزانية شوية جبت بقى معي كده آآ صينية وبدأت ان انا حط فيها شوية مية مغلية وهحط عليها كمان شبكة طبعا حطيت فيها رشة ملح هحط فيها كمان شبكة وعلى الشبكة بتاعتي دي هبدأ ان انا اضيف معي الفرختين بتوعي طبعا الفرخ حشيتها كويس جدا انكتفتها بعد كده آآ بعد ما حشيتها وبتبقى معي بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبتبقى معي روعة بصراحة اهم بقول فرختين معي بالشكل ده كده بجيب عندي بقى معلقتين كده كاتشب فابدأ ان انا اضيف فيها الكاتشب وبديها ايه تلميع كده بالكاتشب آآ وبالفرشة كمان يعني بمشي عليها كده كويس جدا بوزع بقى كمية الكاتشب معي آآ في بقى ممكن تحطي لها في التدبيلة بتاعتها مع الكاتشب تحطي رشة ملح وعسل اسود بيديها لون حلو برضو انت بقى زي ما تحبي بوسي هو هو الوصفة دي آآ مش وصفتي يعني مش على طريقتي انا بصراحة انا كنت شايفيها في قناة قناة عاملها بس والله مش فاكرة اسم القناة بس هي فعلا يعني يعني كشكل انا شفتها قبل كده اكلتها قبل كده من بره كنا بنجيبها يعني من محل معين بس يعني ايه انا كنت عايز اعرف بيعملوها ازاي في التسوية نفسها لكن شفت الوصفة التسوية دي في قناة مش قناة بصراحة آآ قناة تانية بس والله مش فاكرة اسمها حاليا لو ابتكرت اسمها هبقى حط لكم لينك بتاعها في صندوق الوصف بعد كده بقى بجيب ورق الفايل ده بغطيها آآ ورق الفايل بيكون تحت ورق زبدة لازم عشان ما تلزقش منك بحطها معايا في الفورن وبتطلع بقى بالشكل ده كده بس تتاخد تقريبا حوالي ساعتين في الفورن شايفين بقى الشكل جميل جدا ازاي يعني فرخية محترمة كده آآ بصراحة الفرخة دي كانت كيلو نص شايفين طبعا دلوقتي تديها تلاتة كيلو زيادة وكنا بنجيبوها بقى كان يقولك عايزة الفرخة كبيرة ولا الوسط يعني الكبيرة دي بتبقى ماني انا رز يعني او فريق ما كايتش بتبقى كبيرة حجم يعني كلهم حجم واحد بتمنى بقى في نهاية الفيديو بتاع ان هو هيكون عجبك عجبك وانننسى تجربي الوصفة بازن الله هتعجبكو جدا آآ لو عجبك الفيديو ما تنسانيش في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يصالك مني كل الاشعارات وهافتحها دلوقتي معيك وهوريكو برضو الروز فيها عامل ازاي والوقدقين فرفر وجميل وكمان معي اللحمة نفسها بيضة كده ومستوية معي حلو قوي بشكلها طبعا مغري جدا بصراحة يعني تستاهل انها تتاكل على طول شايفين طبعا بقى عاملة ازاي لو هي مش مستوية كنت لقيتها طلعت دم معيكي طول ما هي ما طلعتش حاجة آآ تلاقاها مستوية معكي جدا بتمنى بقى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكو انه تتجربوه بصي بقى الخلطة بصيه طبعا اللحمة هو بين لونه ابيض وشكل الفرخة يعني بصتو فضيع جدا بصراحة آآ بتمنى بصراحة ان انتو تجربوها لو جربتوها هتعجبكو قبل